مرحبا بكم مرحبا بكم اخيرا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم انتظروا بكم مرحبا بكم لأنه يمثل بطريقة كاريكاتورية وإن كانت ليس مضحكة لأنه يمثل الإكسترام المطالبة للسنتراليزازيون رأي الوضع سفا با بلد مشيت يزمها يد من حديد معناها رجوع ومن وراء فكرة رجوع للنظام السابق ورجوع إلى فكرة للسنتراليتي يجاب واحد آخر يقول له الناس التي تنادي بهذا يجب أن تقطعهم إرباً إرباً واللوحة التروف المتاحهم في جهات التونسية لا أقل عن تأمديات أو بلديات لا أعرف كيف يمكن أن تقطعها إذا كانت بلدية ٥٥ إذا كانت بلدية ٣٥ فهمتني هذا يمثل الترف الآخر من تأماركة لانتي سنتراليتي لانتي واحد إذا كانت كما قلت لكم اللوجو على أسلوب لنخفهم من وطأة المصيبة على حاجة معناها كاريكاتورال به موضوعنا اليوم هو سيفريه ويترح إشكال أنا وانتو كاشخصيا بالنسبة لي ليس سهلة ومانيش معناها ما زلت في بحث دائم على معادلة ما بين شكل تنظيم الدولة فيما يخص السيطرة على ترابها الوطني أو ما يسمى العلاقة ما بين السلطة المركزية والسلطات الجهوية أو ما بين المركز والأطراف أو ما بين معناها العاصمة اللي هي مركز النفوذ وما بين بقية الجهات التوازن هذي المشكلة ومهيش مشكلة يمكن يشوف في جميع العلوم السياسية وفي جميع العالم ماشي رساة تصلح لكل البلدان كل بلادي زي ما تستنبط للطريقة متاحة فما بعض مبادئ عامة فهمتني اللي هي تمكين جميع المواطنين من التعبير وجميع الجماعات المحلية بش يكون عندها نوع متع كيان ونوع متع تجانس فهمتني اللي في نفس الوقت فما مبدأ آخر يقول لك زادة الحفاظ على وحدة الدولة وتماسك الدولة خاصة في بولدان كيب نحن من هنا خلقوا النظام الفيدرالي والنظام الاتحادي والنظام الرببليكان بالمفهوم الجاكوبا لذلك هذه كلها نحن ما زلت فيما محاولات أوروزمون قاعدة تسير وبحوث قاعدة تسير لكن مهما تكون البحوث شيء ما يعاوض تجربة ويزمنا معناها مع الأوروزمون ويزمنا نتعدى بتجربة تنجم تكون فيها جانب فشل تنجم تكون فيها واحد لكن ميزميش خاصة تطيح المورال لأنه شفتوا توا السيد في المجتمع كونه المورال تطيح لوته أكثر منه في الوسط ولا في بلاست ولا طال على الفوق هذا ما قال حد لحد ما يشطل على الفوق معناها فما توا أكثر ما أكثر إحبات وكأنه ندم على اللي صار في اعتقادي اللي صار حاجة من معناها ما تنجمش من حلم حلم ومازال يزمو يبقى حلم فمتني كون العثارات كون الوحد دورنا احنا بش نخموا مع بعضنا بش نقصوا دابور من وقتها آنيا وحنا نعرف اللي هي حمالة مستقبلا لوعود كبيرة لإفتار هذا مزل نقص على المقادم من قبل يمكننا التقاط nouveaux وانا قاعد شوية متحرج ما بين التقاليد اللي تفرض بش نقدم الكبير على الصغير وما بين الفيانة اللي تفرض بش نقدم الانسة على الوحد وانا قاعد شوية متحرج ما بين التقاليد اللي هي ناشطة معروفة في المجتمع المدني وخاصة تنتمي الفيئة اللي اليوم محملينها احنا العديد كثير من وعود هي فئة شباب كانت عضوة وناشطة كبيرة في منظمة بوصلة سابقا والان في بر الامان اللي هي كيف زادة جمعية معناها الشغلها الشاغل هي تشتغل على متابعة انتروتر جوكرا تونتين بعد انضمو تقدم خير للمشاريع للقوانين ومداولات المجلس اللي أنا ديما ما زلت عندي سامي مجلس لما فهمتني مجلس الشعب نواب شعب وخاصة اللي همن هي تجربتها الميداني لانه تعاملت معه القوانين وحضرت المداولات وشافت لزنجو درير هاو اللي بلوز امبرتن بالنسبة للمتدخل الثاني هو الاخ جيلاني ليفي اللي هو مؤرخ ومهتم خاصة بالشأن الاجتماعي اسيل بنقردين ومقيمته في بنقردين بعد ما اخذت تقاعد هو استاذ منتع تاريخ وقاعد يشتغل وقام برشا حتى دورات تكوينية فيما يخص الحاوكم المحلية وفيما يخص دراسة مشروع مقردين للمتقدين من نجلة نظر الجهة يعمل مع جمعيات في جربة يعمل من المنطقة الجنوب اللي عاشوا فكرة أو حالة أو انتظارات يتنتظر الجهة وكيفي يترى وعلى أفضل نestaت الموضوعات الوقتية المستوي على الموضوعات الأكثر نحن لا نستعرفون الموضوعات الأحيانية ونحن نحاولون مقاربة ونحلون الكوبة شكرا على حضوركم ونبدأ بشايمة